هنتكلم دلوقتي عن المهرجان بزاوية بقى مختلفة زاوية سياحية بحتة واللي عايزه السايح اللي جاي يزوره ما تكلمش هنا عن السياحة الداخلية انا بتكلم على السياحة الخارجية ازاي اقدر استثمر نجاح هذا المهرجان في زيادة عدد السائحين بقى بصفة عامة وليست بس في العالمين فقط ازاي اقدر اجذب خلينا نقول نوع سائح مختلف ويمكن كان مصطفى بيكلم من فترة عن السائح الشرق اوسطي النهاردة بنتكلم على العربي شفناه بشكل كبير في العالمين لكن لو عايزة استهدف السائح الشرق اوسطي لمدينة العالمين والموضل المصري الاخرى خلال الفترة الجاية في فصل الشتاء مثلا الحقيقة هو طبعا مهرجان العالمين النجاح نجاح كبير جدا يعني نقدر نقول اتولد عملاق ادى الى وجود صورة ايجابية خلال الفترة الماضية عن مدينة العالمين كمدينة سياحية اضيفت الى الخريطة السياحية في مصر بالنسبة للمدن الاخرى زي محافظة البحر الاحمر والاقصر واسوان والقاهرة ومحافظة جنوب سيناء فعلا المسابقات الرياضية اللي كانت موجودة مع المهرجان والاغاني والموسيقى مع نوعية السائح المستهدف لمنطقة العالمين اساسا من الفنادق 5 ستار دي لوكس والسائح كان هناك معظمهم سياحة عربية بالاضافة للسياحة الداخلية طبعا فمنطقة العالمين منطقة وعدة محتاجة لسه عدد من الفنادق الكتير يعني احنا اعتقد موجود حوالي 15 الف غرفة وشوية في العالمين كفنادق لسه في فنادق محتاجة لسه يمكن 25 الف غرفة فدي فرصة كبيرة للاستثمار من المستثمرين سواء مصريين او خليجيين او حتى تشين اوروبي هاتيجي انا سمعت ان فيه تقريبا الممثل العالمي روبرد نيرو ليه فنادق فيه فندقين هيتعملوا خلال الفترة القادمة ما اعرفش يوم حد في العالمين او لا هتنفس في مصر ده لازم طبعا يبقى فيه مجال او فيه تسهيل كافة الاجراءات للمستثمرين سواء لو مصريين اكيد محتاجين التسهيلات اللي هي نفس المستثمرين الاجانب بس المستثمر الاجنبي بيجي بامواله من الخارج يستثمر هنا فبقى كلهم محتاجين في الفترة الاولى حتى انتهاء بناء الفنان على الاعلى تبقى مثلا يعني اعفاءات ضريبية كبيرة لازم يكون فيه اعفاءات ضريبية لان فيه عنده عمالة وتشغيل وانفراستركشور وبيبني كونستركشن معينة محتاجة دي كلها تكاليفة فده مهم سهولة الحصول على الاجراءات او الاراضي باسعار معقولة لان طبعا هو بياخد ارض كبيرة جدا بيبني على جزء منها وبيتحمل تكاليف كل شيء فده مهم بالنسبة للاستثمارات الاجنبية في المجال الفندقي واستثمارات المصريين اهم حاجة تسهيل الاجراءات والافئات الضريبية والمستثمارات المصريين حصول على القروض بالنسبة لنقطة الثانية احنا عندنا مطار العالمين مطار دولي بيستقل استعابية بتاعته كبيرة لو هنتكلم على الاستثمار في كل مصر احنا عايزين يبقى فيه عندنا تيران شرطر بالنسبة للقطاع الخاص والمستثمارين لان التيران الشرطر مهم اللي هو منخفض التكاليف وبيجي من دول يبقى عندنا ديستنيشن كتيرة جدا لان ممكن تبقى تكاليف التسكاليف ترشح ايه مثلا؟ بمعنى من ديستنيشنز دي من الاماكن دي لا ما احنا عايزين كل منها منطقة العالمين ومحافظة جنوب سينا لا من اللي تروحها للطايرات اللي تروحها للطايرات طبعا احنا عايزين طبعا كله يعني مثلا اوبروز يونان تركيا اوروبا الهند الصين امريكا اللاتينية يعني احنا عايزين ديستنيشن كتيرة وبعدين بتبقى الترافل ايجنسي بره او تور اوبريتور او المستثمر المصري او واتفر بقى المستثمر بيبقى هو له الديلز بتاعته مع السبلاير اللي بره بحيث ان تبقى الرحلات منتظمة اسبوعيا وتقدر تجيب لان الرحلة بتبقى مش نفس التيران المنتظم